تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد طاجن الخضار بالدجاج ما يديره على الشاشة بسيطة وسألة ولكن الطعم مختلف والشكل مختلف وبطريقة تناسب كل أفراد العائلة بطريقة صحية صدور فراخ حسب عدد أفراد الأسرة بتتحكم في الكمية تشكيلة الخضار اللي موجودة من خير أرضنا كوسة جزر بطاطس أنا طبعا هستغل للشوفان بما أن الشوفان دايما هو مدرسة المطبخ الغزاية والمطبخ الصحي دايما داخل في كل حاجة فمعايا هنا حبيبات الشوفان اللي هي الحبيبات الكاملة ودي موجودة برضو بيتباع بالكيلو بالنص كيلو وأسعاره في متناول الجميع تعالوا شوفوا نعمله مع بعض إزاي طاصة شديدة الحرارة على النار حلو أول استخدامنا للمادة الدهنية هنا زيت زيتون خلي بالك أنا في اليوم الحد من كل أسبوع لأكل الصحي ببعد عن الزبدة والسمنة البلدي والحاجات الدسمة استخدامي بيكون معلقة زيت زيتون أو زيت عادي مفيش أي مشكلة وبقدر الإمكان تقليل كمية الزيت معانا الدجاج الصدور الحلو ده كده هنقطعه مع بعض شوفنا المقادير على الشاشة يا شباب هناخد صدور الفراخ تتقطع بالشكل ده بمكعبات تاخد الصدمة النارية من غير توابل ولا أي حاجة خلي بالك بقى الموضوع هنا شايق والموضوع هنا هيعجبك لأن مدرسة تانية خالص طاصة شديدة للحرارة على النار صدور الفراخ من غير أي تدبيلة تتكذف الموضوع ده علشان أي زفارة للفراخ أنا دلوقتي هشيلها خالص بطريقتي لا تنبلتهاش ما حتطلقاش توم ما حتطلقاش بصل ما حتطلقاش أي توابل أنا متع يعني قصد كده هناخد صدور الفراخ في قلب الطاصة هاتي هوا ده الكلام ونقلبها تقلبها صغيرة بعمل إي أنا هنا هو ده الجمال شوفت جاه استوت معي الفراخ بتاخد صدمة نارية بشم ريحة الفراخ حتى لو الفراخ بقى مشكلة بشم ريحيتها بعرف دي يخلي بالك علامة لكي بروهان لكي الفراخ أو اللحمة عايز تشوف الريحة بتاعتها وتشوفي جودتها بتحطيش أي توابل لها تقومي تعرفي إيه القيمة الغذائية قد إيه الريحة بتاعتها وإزا كانت ماركونة بقى لها كتير فيها مشكلة صحية هشوف الفراخ شايفة الشكل ده كده هننزل بالبصلية النعمة اللهم صلى على النبي بصلة نعمة فصي توم نعمي عمشي حلوة ونقلبهم مع بعض منش هنزل بالتوابل خالص دلوقت واسم الفراخ على النار تتحمس شوية على ما تشوف موضوع الخضار بتاعنا اللي إحنا هنضيفه للفراخ الخضار ده متوقف على اختيارك للخضار أولادك بيحبوا البطاطس كتر البطاطس أولادك بيحب الكوسة كتري الكوسة وهكذا هذا البطاطس بتأشرة في قلب الميا البطاطس دايما لما تأشريها حطيها في ماء من غير ملح ولا أي حاجة خالص علشان تقدر يتحافظ عليها ما تسودش منك وفي نفس الوقت كمان تستخدميها يعني أنا دلوقتي معي أربع حبات من البطاطس حاجة أستخدمي اتنين هاخد اتنين واخلي اتنين في قلب الكسرولة اللي فيها مية واحطوهم في التلاجة يوم تاني بحمرهم يوم تاني بعملهم بوريه قد البطاطس بتنزل مع الفراخ بالشكل ده كده الأرض الفلفل دايما جبدي شكله ما هوش حار قوي على فكرة باخده هنا بنزله في قلب الطاسة الكوسة الحلوة دي كده من خير أرضنا باخدتها كده الله جمان اتنين ثلاثة وعملت تاجن خضار فيه عناصر غذائية إذا كان الكوسة مفيدة للقلب إذا كانت البطاطس كاربوهادرات والنشويات خاصة الرياضيين والأطفال الحلوين مش كل يوم أأكلهم بطاطس مالية الجزر فيتامين سي معانا في الفلم لوين هنحطها والجزر معانا بتقطع وجاهز خلي بالك في الحالة دي بتقطع الجزر صغير شوية عشان إيه نسبة الوقت بتاع التسوية أهو قد الجزر في قلبيها والفراختح تبتتحمص عادي معانا كمان أنا حابب أشوف البصل في قلب الطاجن بتاعي غير البصلية اللي أنا حطيتها باخد ده شرايح كده مسكتك للسكينة مهم جدا تقطعك للخضار فيه صورة فنية لازم تركز عليها شوية قادي البصل بتاعنا في قلب الطاجن كمان معانا يا عم تشيف فلفل أنا أحب الفلفل الحلو ده كده شيري منه البزر أساسي طبعا الفلفل أخضر بتاعنا البلدي ده كده اللهم صلى عن نبي هناخد الخضار ده عم تشيف كله كده نشوحه مع الفراخ وإيطة ركاية هنا هناخد شوية الصلسة بتاعنا اللي هنعملهم مع بعض اللي هو الطعم الجميل بص على الحلوة دي بقى بص على الجمال بص على الصورة الحلوة بص على الحلوة هوا ده هوا ده الخضار بيتكلم مصر في قلب الطاقه الفراخ بتحمر ازاي طالع من تحت اهوا ده هاتيه التوابل لا هاتيه بقاهرات لا أي فلفر من التوابل هنا مفيش أنا باعتمد هنا على طعم الخضار والشكل الخضار وجمال الخضار مع البصل والتم مع الفراخ اهوا هاسيبه في قلب الطاصة اهوا حلوة اول غاية دلوقتي عم تشيف هنجيب الكابة بتاعتنا الحلوة نشيل دي من هنا مش عايزها الكابة الصغيرة الحلوة دي كده بقى عامل ايه بقى يا عم تشيف بحط شوية حاجات كده بقى لطاف اوي معلات فيلفلة حلوة كده بقى عشان موضوحنا ايه شاير حلوة اوي معانا يا عم تشيف ايه عد كزبرة اخضر الله وراتين كزبرة حلوين كده بقى لاش العروق اختم زي ما هم كده اهوا شفت بقى الشعوة بتاعت المطبخ زي الفل اللي عم تشيف تمام معانا يا عم تشيف سنة شبط صغيرة حلوة اوي معانا طماطم مضروبة او طماطم مبشورة او طماطم ضربة في الخلاط بننزل بقى هنا كده اهوا اللهم اصلى على النبل واستخدمي الطماطم تازع حلوة اوي بنحط معلات سكر ليه السكر عم تشيف عشان نعادل عملية اللي ايه الحمودة بتاعت الطماطم اللي موجودة بننزل بالبهارات بتاعتنا السر في قلب الكابة دي دلوقتي اهوا اهوا بهارات بتاعتنا شوية كسبرة شوية بابريكا شوية كوركم في قلب اهوا كده الف هانا وشافة فلفل وملح اه ونضرب كل ده في الكابة عم تشيف كل ده في الكابة خلي بالك انا ما تقبلتش الفراخ في البداية خالص ولا حطيت اي توابط حلوة كل دول مع بعض زي الفل عم تشيف اللهم صلى عنا بقون ااخد الكابة بتاعتنا كده مع عندي كيش دي ما فيش مشكلة في قلب الخلاط بتاع العصير اللي بتضرب فيه موز باللبن او عصير اي حاجة عند الخلاط اكيد في البيت تابعا يعني اهوا الله بسم الله الرحمن الرحيم هلعب هوا ده هوا ده اهوا بس خلص الكلام انا اخد كل ده مع بعضه بص على الحلوة اللي نزه دي بقى بص على الشعوة هي دي التركاية اهوا 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 حاجة جديدة دي يا شيفوا الله وعملت طاجل ده طعم تاني خالص بتفاصيل صغيرة اهوا زي الفل هقلبه تقليبة كده حلوة شوف التعليبة دي مهمة جدا بقى عندك حلة بتغل على النار اهوا فيها بوكي جرنية شفت الخضار اهوا الله اصبح هنا الفكرة هنا يبقى ايه تركاية هنا اللي مش ممكن حد يعملها غيرك ان انا هنا جوعت الفراخ جوعت الخضار يعني فكرة ان انا حمصه على النار من غير اي بهارات او توابل نزلت بالتوابل والفليفر اللي احنا ضربناه في الكبه نزل على الخضار ونزل على الدجاج خد الطعم والفليفر بتاعنا الجديد انا اغطيها واخد بعد واطلع فاصل صغير نشوف التاجل اخباره ايه بص على الحلوة معي وصلى على الحبيب قلبك يتيب اهوا شوف الحلوة اهوا ده استقوى اهوا بص اهوا اهوا اللهم اصلى على النبي اللهم اصلى على النبي اهوا ده بنحتاج شوية شربات شوية شربة اهوا حالة دي طالما موجودة عندك بتفتح نفسك لكل حاجة حلوة عند صنية هدخلها الفرن دلوقت مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم اهوا كوسة هتلاقي بطاطس هتلاقي جزر هتلاقي فلفل الوان هتلاقي طعم الكزبرة والشبت في قلب الطاجن بس بنسبه قليلة جدا الا الشبت انا مسميه الحرامي اهوا بتاع المطبخ بتاع الفلفر الشبت تحطيه كمية كتير هيقلب على محش ويسرق الطعم من الكزبرة والبعدونس واي حاجة حلوة حطها في الحلة خلي بالك فاقليلي منه شوية اهوا اهوا اللهم صلى على النبي اهوا لسه ما خلصتش الطاجن ده لسه تفاصيله موعانة اهوا الطاجن ده انا بعمله صحي ودايما الشوفان نروح عندنا كاترة التغذية اقولك ايه شوفان مع زبادي شوفان مع السلطة وهل الشوفان مع طاجن الخضار ده هيقول حاجة اهوا زي ما هو كده كانت بتروش مكسرات اهوا درجة حرط الفرن عندنا كامية مغازي مية وتمانين اللهم صلى على النبي يخش الفرن كده بالحلوة والشياكة دي كده والصورة الحلوة بتفاصيل صغيرة بمعنى كبير وطعم تاني في قلب الفرن اهوا بص باقي الحلوة دي وصلى على الحبيب عاستيشوف الحلاوة دي بص على الحلاوة بص على الجمال وصلى على الحبيب اتجن الخضار بتاعنا مهم جد اه يا نيني يا نيني طلع تاجن بتاعنا بسرعة اللهو مصلى على النبي يلا يغالي اللهم صلى عني. ايه الحلوة دي عمشي. ايه الجمال ده اهو. طاجن هنا اتقدموا كده لحضراتكم مع الصفرة. مع الصلاة الجميلة الحلوة. ونروأ الصفرة بتاعتنا كده. يديوفنا الحلوين. اللهم صلى عن النبي اهو. شفت الحلوة دي. شفت الجمال ده كده اهو. اشتركوا في القناة